مصر وعشان كل ده هيكون معانا النهاردة ضيف بيتابعوا عدد كبير جدا عشان يتفرجوا ويتابعوا المحتوى اللي بيقدموا واللي بيعرف ناس كتير فيه عن كل الأماكن الحلوة والجميلة اللي موجودة في مصر ضيفنا اللي منوارنا النهاردة هو صانع المحتوى محمود شلبي أو شلبوك كنت تعرف انه تم اكتشاف أكبر ورشة طحنيت فرعونية في العالم على ذلك الزارة والسياحة والأطلال على كشف قدري جميل أزهلنا العالم طنوات العالم كلها بتتغنى بالبعثة المصرية واكتشافاتها ورشة طحنيت قادمية وحيوانية في منطقة سقار وتحديدا في البوبستين ومش بس كده كمان تم الكشف عن مقبرتين منهم مقبرة الكاهن الإله حورس من عصر الدولة الأديمة من الأسرة الخامسة وجدرانها فيها رسومات من الحياة اليومية زي الزراعة وصيد الأسماك أما ورشة الطحنيت فهي عبارة عن مبنى على شكل مستطيل من الطوب اللبن ومتقسمة من جوه الحجرات فيها سرير للطحنيت وطوله حوالي تنمت ومتكون من كتل حجرية متغطية من فوق بمادة معينة وكمان موجود جوه عدد كبير من لواني الفخيرية منتشرة في كل الحجرات واللي غالبا كانوا بيستخدموها في عملية الطحنيت فخور جدا أني كنت جزء من الحدث ده وحابب أشكر كل اللي سهمه في الاكتشافات دي لأن ده فخر كبير لكل المصري زيك يا محمود حمد لله عمل ايه؟ تمام حمد لله كويس؟ حمد لله بص يا محمود أنا أول حاجة دائما بسألها لأي حد صنع محتوى بيجيلي بتكون ايه اللي خلاك تخدخل في السوشيال ميديا السوشيال ميديا عمتا جديدة يعني مش حاجة مثلا موجودة من سنين القديمة كتيرة لكن هي بقالها كم سنة انت كنت بتدرس ايه وإيه اللي خلاك تدخل على السوشيال ميديا أنا في الأول أنا بدأت من أكتر من سمع سنين تقريبا كنت لسه عادي كنت لسه صغير كنت في تانية سنوي بعدها بعدما خلصت سنوي عامة فأنا قررت أن أنا أنا كنت بسافر وبحب السفر من وانا صغير عادي بس بعدما دخلت أسنين قررت أنها لا مش ده اللي أنا عايز أعمله أنا عايز أعمل حاجة لها بحبها وكمل فيها عادت عدي ايه طيب في أسنين الأول؟ شهرين بس وبعدها حولت حولت بيزنس دي كلية أنا بحبها برضو وفي نفس الوقت قدر أكمل الحاجة اللي أنا بحبها لأنها مش كلية عملية أو صعبة زي أسنين يعني طبع بس فبعدها قررت أن أنا أكمل في الحاجة اللي أنا بحبها وتعلمت أكتر تعلمت التصوير وتعلمت المونتاج وتعلمت كل حاجة بس ده بره البيزنس ده بره البيزنس اه اه اتعلمت وأخدت كورس مثلا أو حال على اليوتيوب أوكي لوحدك مع نفسك تعلمت مع نفسك أوكي بس أنا بدأت زي أنا كنت مسافر سفرية عادي كنت رايح دهب أه فحصل معايا مشكلة أنا كنت بسافر لوحدة عامة آآآ فيه مكان اسمهدي لوشواشي في نوية باع طهد في المكان ده كنت رايح لوحدة وكنت شعرت شبكة مشي الشبكة؟ مكانش في شبكة ولا في أي حاجة خالص ومعيش حد آآ وداخل لوحدة بقى مكنتش عارف المكان آآآ فانا بحب استكشف وروح وجاء لي ضربة شمس وتوهت وعلى ما حد جاء لي في الآخرة قاعدت كثير والدنياة كانت بتلايل خلاص فكنت أفضل قاعد في المكان كم عندك كم سنة؟ كنت 17 صغير يعني مروهق يعني بس فبعدها بعد ما طلعت أنا قررت أن أتكلم مع الناس وأحكي القصة بتاعتي اللي حصلت لي عشان ما حدش يحصل له زي أو يروح لوحده وكنت مصور كذا سورة وكم فيديو ونزلتهم اتفاجئة طبعا أن الناس مش مصدقين القصة بتاعتي اللي هو ما فيش حد يروح لوحده المكان ده يعني ليه ايه مشكلة المكان ده يعني ليه واحد ما يروحش لوحده لأن المكان ده هو صحرة في وسط الجبلين ومش بيتعمله رحلات منظمة هي الرحلات اللي بتعمل البدو اللي بيبقوا عملين فهي دي مش حاجة يعني معمولة بتصريح والحاجات دي لأ هي هما البدو اكتشفوا المكان ده فبدأوا بيعملوا رحلات وإيه حلوة المكان؟ هو زي حمام سباحة طبيعية في وسط الجبل يعني هو مية المطر بتنزل فبتتجمع ما بين الجبال كلها فبيبقى منظرة حلو جدا وكمان هي مع الطبيعة والصوت بتاع الرياح وهي بتغبط في الجبال فالمكان حلو جدا يعني طب وبتبات فين؟ يبقى كامس يعني؟ لا هو بيبقى بتروح بس المكان وبترجع تاني مش مش مكان تبات فيه وهو بعيد قديه من القاهرة؟ هو بعيد من نوابة 14 كيلو فأنا معرفش نوابة قديه من القاهرة يعني مصر نوابة 14 كيلو ده رقم صغير كنت تعرف ان عندنا في مصر الحمام سباحة طبيعي في وسط الجبل المكان ده موجود في جنوب سينة وتحديدا في نوابة ويعتبر واحد من الكنوز المخفية هناك واللي تكون من السيول وأمطار الشتاء اللي كانت بتنزل من فوق الجبل كأنها شلال المكان ده اسمه ودي الوشواش والسبب اللي خلهم يسموه بالاسم ده هو صوت الرياح اللي بتيجي من الجبال وعشان تروح هناك فالمكان على بعد 15 كيلو من نوابة واللي بينظم الرحلات دي هم البدو الموجودين هناك أول حاجة هتعملها تتحرك بعربيات فور باي فور عشان توصل لآخر نقطة ممكن تمشي فيها العربيات وبعدها هتنزل تمشي شوية بس في جزء أصعب وهو أنك بتطلع على صخور كتير عشان توصل للمكان نفسه وأخيرا هتوصل للمكان المبهر ده وطبعا بتسأله ليه المياه لونها أخضر بس ده بسبب أحكار الجرونيت اللي في الجبال الموجودة حوالين الوادي مصر فيها حاجات كتير حلوة وكنوز كتير ما نعرفهاش بس ما تنسوش تتبعوني عشان تعرفوا الأماكن دي طيب أنت دخلت أسنين قررت أنك تطلع من أسنين وتروح بيزنس أدي أول صدمة لأهلك صح؟ هم يعني ما كانوش مصدمين قوي كانوا إيه طيب إحساسهم كده أنت عارف الأهلي دايما يقولوا ابني دكتور وكده يا أمامتي أول اللي كان نفسها لأن احنا أصلا عليتنا كلها دكاترة ومهنسين وكده فكتعايزة برضو أن أنا أبا دكتور طبعا لما لقيتني فعلا أنا مكمل في الحاجة اللي أبحبها ومتحمس ليها دا كان في الخطوة الأورانية اللي هي البيزنس وبعدين بعد كده قررت أن أنت تعمل الفيديو بتاعك ولقيت أقبال كبير جدا من الناس والأقبال دا خلاك تتجه إلى السوشال ميديا جالها صدمة بعد من البيزنس للسوشال ميديا ولا خلاص؟ لا لا خلاص هي عارفة يعني عرفت أن أنا دا حاجة أنا بحبها فخلاص كمل في اللي أنت بتحبه طب الحمد للذي مامي يعني ماما يعني ست متفاهمة بحب دلوقتي بتشجعني ربنا يخليها لك طيب أنا عارفة أنت لسه راجع من الساحل وشفت لك فيديو عندك آخر فيديو تقريبا عملته اللي هو بتاع الساحل الطيب والساحل الشرير احنا طبعا كل الناس سمع المصطلح الساحل الطيب والساحل الشرير بقالوا فترة بس أنا دلوقتي عايز أعرف منك أنت من وجهة نظرك هو ليه دا طيب وليه دا شرير ايه اللي بيحصل؟ احكي لنا هو عامة هم قسم الساحل نصين طيب وشرير عشان هم شايفين أنه هو الشرير بقى الناس بتروح مش عشان تستمتع بالجو والمصط مش زي زمان زي الأول كنا بنروح عادي نقعد على البحر ناكل فطير ناكل فرسكة نستمتع بالجو إنما الساحل الشرير بقى مكان الناس بتروح كله بيبص على التاني شغلين بالهم بالناس انت لابس ايه بتعمل ايه فعشان كده أنا بحب الساحل الطيب أكتر لأنه هو بستمتع بالوقت بتاعي أكتر بتصايف فعلا وما بيبقاش بقى فيه دوشة وحفلات بالليل والكلام ده كله لا عادي بتنزل تعد على الكافية مع صحابك عادي تلعبوك تشينا تتبستو بالقعدة وده ألزي طبعا اه طبعا بكتير كمان فيه ناس بتحب التاني والحفلات في الحاجات دي يعني طبعا الحاجات التانية ممكن برضو تكون زريفة أنا بروح برضو بس أكيد بس ما يبقاش هو ده المصيف كله ما يبقاش هو ده الوقت كله الواحد لو فدل يخرج في الحفلات دي وما بيصيفش بجد ومعنى المصيف القديم بتاعنا اللي هو بتاع الطيب يعني بيرجع يحس انه عايز أجازة من الأجازة انه تعبان هيا معظيم انه متأخر والصحة يا مبدري وعندنا هنا حفلة وعندنا هنا قروجة فحاجة ما هو ليك طيب انت زورت الحد دلوقتي كم مكان في مصر أنا لفيت مصر كلها تقريبا طب تقدر تعدوم لي ولا يعني مش عايزة عرفهم بالتفصيل بس ممكن تقولي رقم رقم حوالي 25 أو 24 أوكي ممكن تقولي فيه من الأماكن مثلا الغردقة شرم الشيخ حاجات انا ما عرفهاش هم كثيرة وكلها وأنا اللي فضيلي في مصر حلاب وشلاتين بس حلاب وشلاتين دي أبعد حاجة ده بعيدة شاية طب تعرف حاجة عنها يعني تعرف مسلا هتروح ازاي هتاخد منك وقت قد ايه هيا أنا كنت في مرسى عالم وكنت هروح بعدها حلاب وشلاتين بس وقتها كان هي بتحتاج تصريح والحاجات دي وكانت مقفولة أياميها فما روحتش بس هي قريبة جدا من مرسى عالم طيب عايزة عرف منك حكاية وادي القلعان وكمان طبعا قصة السي أن أن هو أنا لما روحت مرسى عالم كان في أماكن ناس كتير ما تعرفهاش فأنا حبيت أروح أصور في الأماكن دي وأبينها للناس وأبين جمالها فصورت هناك فيديوهات وصورت صور وكان ودي القلعان في شجر المنجروف طالع في وسط المية فكان المنظر جميل جدا يعني وكان في حاجات تصورتها هناك برضو والمكان شبه المالديفز عما تم فأنا شبهته بالمالديفز إن إحنا عندنا في مصر مكان شبه المالديفز فلقيت حد ملسين إن كلمني إحنا حابين الموضوع بتاعك وعايزين نكتب آه في مكان في مصر شبه المالديفز فإبعت لنا السور وهنكتب عن المكان ده بس ولقيتهم كتبوا عن المكان والفيديوهات والسور انتشرت والناس كلها شابت دي حاجة مش حلوة فضيعة أنا عايزة أقول لك إن أنا ساعات بحس إن الأجانب اللي بيجوا من بره يمكن بيروحوا حيطة أكتر مننا إحنا جوال بلدنا ده ده اللي خلاني عم كده لأن أنا بشوف أصلا أجانب كتير بيجوا مصر فبيصوروا في أماكن طب أنا مصري طب أنا معرفش المكان ده إحنا ما نعرفهاش ولا عمرنا مثلا رحناها ولا نعرف فيها فين هما بيبقوا شاطرين جدا لأن هما بيبقوا جايين عارفين الأماكن اللي هما هيروحوا يزوروها وعملين سيرش كويس عن الأماكن دي وعارفين هما جايين ليه بالزبط طيب احكي لي إحساسك إيه بعد ما سي أن أن كلمتك لأن دي طبعا محطة يعني عالميا كنت مبسوط جدا طبعا أكيد وكلهم بقى شايتها شجعوني لأن أنت كان دي أول حاجة أوصل العالمية وبتاعه سي إن إن وكده فطبعا ممتي بقى شجعتني أكتر وإحنا كده عملنا الوجب وإزياد أوه طعمت وكلهم بقى كل عائلتي بقى شجعوني إن أنا أكمل في الحاجة اللي أحبها لا بجد بروفو عليك وحاجة تفرح وإحنا فخورين بيك جدا بسبب الحاجات اللي أنت بتعملها وكمان الحاجات اللي أنت بتعرف الناس بيها بره البلد أكتر إنها بتجذب السياحة أكتر دينا هنا في بلدنا طيب الأجانب أنت عندك أجانب على السوشيال ميديا وإلى معظمهم مصريين لا عندي أجانب كتير وهم بيكلموني أصلا عشان يعرفوا يروحوا فين في مصر سعب أروح مع ناس منهم لما بوقفوا دي ممكن أروح معاهم في الأماكن دي طب رد فعلهم يكون عامل إزاي لما بيروحوا ويشوفوا الحلاوة اللي إحنا فيها دي هم لما بيشوفوا أصلا الفيديوهات بتاعتي أو الصور بيبقوا مبسطين لوقت إحنا مش متخيلين من مصر كده إحنا كل فكرنا عن مصر أهرامات أبو الهول سحرة إنما نعرفش أن الأماكن دي كلها جمل الأسئلة اللي هي معروفة بس بطلوا يعملوها بقالهم شوية الحمد لله يعني دايما تلاقي على السوشيال ميديا الأجانب يقول لك إيه هو أنتو بتروحوا المشاوير بتاعدكو بالجمل وعند الأهرامات وكي يعرف اللي هو يعني في حتة تانية خالص فكرة دي بدأت تتغير طبعا طيب سفرت برا مصر سفرت بس وانا صغير يعني بس سفرت السعودية ودبي حاليا أنا بس فعنا فيه كمان بحر حلو قوي في السعودية وحاليا دلوقتي السعودية فعلا بدأت تتطور جامد وتعمل حاجات حلوة بس إحنا طبعا بحرينة أحلى إحنا بحرينة بجد ما بنقرنش بأي حتة تانية وعلى فكرة أمش بقولك كده علشان خاطر إحنا مصريين فدايما عندنا الحتة دايما إحنا حابين بلدنا أكتر ومصر أم الدنيا له والله بجد يعني الناس كتير جدا بتسافر بلاد العالم كلها واللي ما بيجوا عندنا هنا في شاطئنا وبحرينة وجونا وقد إيه هو دفع لحد تقريبا دلوقتي شهر 12 يعني الناس بتنبهر بجد أيوة أكيد طبعا بينبهروا بالحاجات دي محمود كلمني أكتر عن سلسلة كنت تعرف وأنا بدأت أعمل سلسلة كديدة اسمها كنت تعرف دي بدأت أعملها عشان أعرف الناس عن أماكن مش معروفة في مصر حاولة بسط لهم الموضوع بشكل كويس وإن أنا شرح لهم يعملوا إيه في المكان ويروحوا إزاي وإيه اللي ممكن يعملوا هناك وكل حاجة عن المكان بخلي الفيديو صغير مدته مثلا دقيقة سريع والناس ما تملشوا كده بالضبط فلاقيت فعلا أن الناس أكتر من 3 مليون واحد دخلوا عندي وبيسألوني إيه الأماكن دي إحنا فعلا ما كناش نعرف الأماكن دي أنا كنت بعمل الفيديوهاب بالعربي وكنت بحط صبت عدت الترجمة تحت فلاقيت الأجانب بيكلموني عايزين يروحوا للأماكن دي بس حاليا مؤخرا بيب أعمل الفيديوهاب بالعربي بس وهعمل التشانيل تانية عليها إنجليش بس أوكي عشان دي يبقى الواحد ودي يبقى الواحد بس عيبقى هو نفس المحتوي بالضبط لكن مدرجم أوكي طيب أنت في سلسلة كنت تعرف كلمت عن البحيرة المسحورة صح؟ أيها طيب إيه البحيرة المسحورة وفي مكانها؟ البحيرة المسحورة دي موجودة في الفيوم هو أنا ما كنتش عارف برضو أن هي الحاجات اللي فيها دي لأن هي أنا كنت بشوفها عادي كنت بروح الفيوم بشوفها من فوق عادي زي بحيرة عادية بس قررت أنها روح أقضي فيها يوم ووحضر الغروب هناك فنزلت تحت والفيوم دي قريبة بقى أوه فنزلت تحت عادت فيها فمنظر الغروب هناك بيتغير كل دقيقة إزاي؟ يعني الألوان الشمس نفسها بتتغير وبألوان مختلفة ووضحة وعكسها الإضاءة بتاعتها على البحيرة فالمنظر كان تحفى بصراحة فحبيت أن أعمل فيديو والناس كانت مستغربة وإزاي فيه فعلا بحيرة مسحورة عندنا في مصر وهي اسمها كده فعلا؟ هم الناس مسمينها بحيرة مسحورة عشان الموضوع ده لأنها ودي موجودة فين في الفيوم؟ دي موجودة جنب جبل المدورة قريبة من قريبة من هو ما كان يسموه ياني مش فاكده ودي الريان يعني روحت ودي الريان وبعدها روحت البحيرة مسحورة كنت تعرف أن عندنا في مصر بحيرة مسحورة وليه سموها بالاسم ده؟ من أكتر الأماكن اللي هتبارك في مصر واللي تحديدا موجودة في الفيوم هتلاقف وسط الجبال والكسبان الرملية ميتها عزبة ومنظرها يسحرك سبب تسميتها بالاسم ده غريب جدا وده اللي إنها بتغير لونها مع أشعة الشمس لحد تلوقتي محدش عارف مصدر المية بيجي منين أول ما هتوقف قدامها هتحس إحساس غريب جدا هتحس كأنها مسحورة بجد أو يمكن أنت اللي هتتسحر بجمالها ومنظر الغروب اللي هتشوفها طيب جزيرة المحمية تكلمي عنها شوية مكانها وليه هي مختلفة وإيه حلوة المكان وكان هي جزيرة محمية دي موجودة في الجزيرة أصلا اسمها جزيرة الجفتون هم فيهم كذا واحدة مش واحدة بس دي في الغرداء دي موجودة في الغرداء فهي دي مصنفة من أحلى الجزر موجودة في العالم فأنا برضو كنت أن أعمل عنها فيديو من سلسلة كنتم تعرف وشرحت للناس إيه اللي ممكن يعملوه هناك لأنها البحر بتاعها كويس جدا وفيها شعب مرجانية كتير وحاجات كتير ممكن تتعامل فيها دي فيها أماكن تأكل فيها وكده صح؟ بس هو بيبقى ديوز بس مش بيبقى مكان تحصي بس أنا بتهايلي أنا روحت المكان ده قبل كده أكلت أحلى سمك في الدنيا أكلهم حلو جدا جدا هناك والمكان يجنن وفعلا البحر هناك تحفق وكان فعلا لما روحت لقيت أجانب كتير قوي بل ما هي معظم الناس اللي بيبقوا هناك أجانب لأن المصريين مش كتير مصريين بيروحوها كنت تعرف أن عندنا في مصر جزيرة من أحلى الجزر في العالم جزيرة محمية تعتبر أول محمية في البحر الأحمر ومن أجمل أماكن موجودة في الغرداء بفلما يسبر ملوها الناعم وميتها الصفية عشان تروح المكان ده بتاخد مركب من المارينة في الغرداء بتوحت حوالي أربعين دقيقة عشان توصل لهناك وانت في الطريق لهناك هتشوف مناظر جميلة جدا كمان هتقدر تشوف الدولفن وهو بيعوم في المايد أول ما تتوصل المحمية بتشوف المنظر المبهر ده هتلاقي جوا حاجة كتير ممكن تعملها وأماكن كتير ممكن تتصور فيها كمان لو حابب تروح تعمل سنور كلينج وتروح تشوف أجمل الشعب المرجانية وبكائنات البحرية الموجودة أماكن حاجات كتير ممكن تعملها في مصر وأماكن كتير أجمل ممكن تروحها طيب وحمام سباحة طبيعي ده في نوابع صح؟ طيب احكيني عنه ده اللي قلتلك عليه في الأول اللي هو موجود في نوابع اسمه ودي الوشواشي ده الرحلات اللي بتتعمل بينظموها البدو اللي موجودين هناك انت بقى مساميه هو حمام سباحة طبيعي ولا هو اسمه كده فعلا؟ هو اسمه أنا سميته كده هو يعني الناس بتسميه كده عشان هو الطبيعي يعني هو دي موية مطر مش حاجة فبقى اسمه حمام سباحة طبيعي علشان هو مش بحر ومش بحيرة ومش الحاجات دي طيب بالنسبة المهرجان العالمين كلمني عنه شوية بقى انت رايح إمتى ولا مش رايح ولا إيما هو كيفك حكيلي أنا رايح الاسبوع الجاي إن شاء الله هو المهرجان إضافة كبيرة طبعا للسياحة في مصر لأنه هو من أكبر أكبر مهرجان ترى فيه في الشرق الأوسط وبيتعمل فيه رياضات كتير جدا كرة الشاطئ وبيتلعب فيه بطولات بدل وبطولات كتير كمان بتعمل فيه حفلات موسيقية وبتعمل فيه جاي فيه مغنيين من الوطن العربي كله وجاي فيه فنانين مشهورين من العالم كله قلت لي إن أنت بتغتص إيه أكتر مكان رحت فيه غتص وانبهرت بجماله؟ أكتر مكان كان مارس عالم صراحة لإن أنا كانت أول مرة أغتص مع الدلفين مكان اسمه سماداي ده موجود في مارس عالم وبتعمل له بعض رحالات هو بيبقى يعني بتركب ياخت تعود أربع ساعات تخل جوا الماء لحد ما توصل لبيت الدلفين ده فيه أكتر من خمس تلاف دولفين موجودين هناك وكنت محظوظ ساعاتها نزلت لقيتهم موجودين وقعدت لعب معهم وصورت فيديو عنهم فده أكتر مكان بصراحة بساطة فيه ده أكيد حاجة فظيعة أنا عمري في حياتي ما عملت الموضوع ده بس يعني بس الدلفينس مش أنت مش محتاج تغتص يعني أنا قصدي غتص غتص الدلفينس بتبقى بتلعب معهم فوق فوق الماء يعني صح؟ ايه أكتر مكان روحته وحاسس أنه هو الناس كلها في مصر ممكن تكون متعرفش حاجة عنه وهو مكان بيبهر يعني هي مصر كلها متهم حلوة وبتبهر بس بصراحة أكتر مكان حاسيت أنه هو محتاج أن المصريين يروحوا أكتر ويعرفوا أكتر عنه وهو مرس عالم لأنه هو فيه أماكن كتير جدا فعلا الناس متعرفش فيه حاجة طب وروحت مكان قبل كده حاسيت أنه هو غريب جزيرة غريبة أو مكان مختلف بطريقة مش طبعية عن الباقي كانت كانت برضو في مرس عالم هي محمية عمتها اسمها محمية ودي الجمال فهي دي فيها جزر كتير زي شرم اللولي وفيها جزيرة سيهال وودي الكلعان دول كلهم يعني فيهم حاجات فعلا أول مرة أشوفها في مصر يعني احنا عندنا الجمال لكله في مصر طب ممكن تقول لنا إيه هو لو واحد عايز يسافر والبطج بتاعته أو ميزانيته محدودة جدا مكان يكون حلو جدا وما بيحتاجش فلوس كتير ومش بعيد قوي علشان ما يبقاش صعب أن أنت تروحه يعني النقطة دي حلوة يعني هو كل الناس بتسألني طب أنا روح في مكان رخيص مثلا كده فيه أماكن كتير في مصر رخيصة بس إحنا اللي مش بنبقى عارفين ننظم من الذحلة بتاعتنا الزي بالضبط يعني الناس بتغلط عمتا أنه هم مش بيبقوا مخططين للسفرية بتاعتهم أنا لما ببقى مسافر أنا مش بيهمني الفندق خالص يعني ده مكان برام فيه بس أنا بيبقى كل أهمي إن أنا أشوف الأماكن الموجودة في البلد لنا رايحة فعلا وإيه اللي أنا هعمله هناك وهقدر إزاي إن أنا أوفر في فلوس وروح الأماكن دي كلها عشان أصور فيها فببقى رايح ببسط أكتر وبنزل بشوف البلد وبشوف الناس وعداتهم والحاجات دي كلها فببسط أكتر إن أنا بعمل كده أكتر من أنها بيعاد في الفندق أكبر تكلفة في السفر هي الفنادق ودي فعلا أكتر حاجة حنا مش بنستخدمها نحن نروح بس عشان ننام يعني فمعظم الناس بتبقى رايحة لا إحنا عايزين فندق كبير وخمس نجوم لا ليه فالمنصريف بتروح على النومة صح كده طيب أنا بشكرك جدا يا حمود على وجودك معي النهاردة ومرسي على كم المعلومات الحلوة اللي انت ادتها لنا وبسطينا جدا بوجودك شكرا جدا مرسي بزوك وبكده تكون خلصت حلقاتنا النهاردة شكرا لكم ونشوفكم الأسبوع اللي جاي في نفس المعاد إن شاء الله باي باي شكرا لكم